شايف حركة إنه الحوار ده ضرورته أو توقيته مرتبط بتغييرات في الإقليم ولا توقيته مرتبط بتغييرات على المستوى المحلي المصري لا يمكن الفصل بينهما كان عندنا نظرية دايما السياسة الخارجية هي امتداد السياسة الداخلية أنا فاكر ده أول بحث عملته وأنا ملحق في المعهد الدبلوماسي تحت إشراف وسام الباز علي رحمة الله لا يرحمه إنه بقول إنه سياستك الخارجية هي امتداد السياستك الداخلية عبد الناصر عمل اقتصاد مخطط دولة مركزية وبالتالي يتكلم عن الاشتراكية وتعامل مع الاتحاد السوفيت تصديق الأهم هو ده الاتجاه لما جيه السادات عشان يعمل كريدينشلز أو رق اعتماد جديدة للغرب عمل المنابر وتكلم عن الديمقراطية وتكلم عن اقتصادات السوق وتكلم عن الانفتاح بس أنا هنا عايز غير قوانيني وعايز وفقا للناس اللي هتكلم وعايز أحسن حالتي للسياسية الداخلية إعلاقة ده بالتغيرات الإقليمية لا للتأثيرات مباشرة تماما يعني انت علاقتك الإقليمية بتحدد مركزك الإقليمي يعني ليس سرا انه تراجع القوى النعمة بتاعتك في مرحلة معينة في 32-40 سنة الأخرانية أو أكتر أدى إلى انكماش دورك الإقليمي تلقائيا أدواتك اللي في إيدك يتقويها حالتي بتقول انه تحسين الداخل يقوي موقفك الإقليمي والخارجي؟ بالتأكيد كل ما تبقى دولة يتكلموا عن بنائها وبدأ الحديث كتير عن مصر دلوقتي إنها دولة تدبني وتشيد وبتقوم وبتغير وبتتحول كل ده بيكسفها خضر من الاحترام يسمح لدورها أن يعود إلى ما كان قياديا عليه من قبل والدنيا سمعة طيب الناس كلها أسف تتكلم عن فيتنام وأفريقيا كلها بتتكلم عن رواندا أيه ليه؟ لأنه في شيء ما بدأ يحدث سنجابور اللي كانت مستنقعات من 30 سنة مستنقعات برك وأمراض ونموس شوف كيف هي الآن ومعدلات الممارسة السياسية تطوير الممارسة السياسية يحمي الاستقرار ولا يدور الاستقرار لا تطوير الممارسة السياسية يحمي الاستقرار تماما بالعكس أنا رأيي أنه ده فيه متنفس يعني لما بدأوا يتكلموا عن عودة بعض الشخصيات بغض النازة عن رأيي أنا فيهم positive or negative شخصيات بتوع 11 و12 2011 و2012 و2013 ما قبل سقوط دورة المرشد ودورة الإخوان عودتهم بتدي إحساس بقدر من الانفتاح والليبرالية لدى النظام تجاه من يختلفون معه ودي متنفس كويس أنت عرف كت مشكلة الرئيس مبارك عليه رحمة الله إيه بقى؟ أنه منع المعارضة داخل البرلمان آخر البرلمان فحيث حرمت من الجلوس لحت القبة خرجوا إلى ميدان التحرير فكانت ثورة 25 يناير كل ما تدي إمكانية للتنفس كل ما تسمح بقدر من الاستقرار والهدوء